دائما باستعمال ملف دينا هنا في البياسيس لدينا هدرا الفورمول وبغينا نحصل على نفس الفورمول في هذه الخانات المتبقية إذا الافورمول هي اللي غايتم نسخة في هذه الخانات لكن نسخة هذه الفورمول ما كيعنيش لحصول على نفس النتيجة هنا بل إحنا محتاجين لحصول على معدل الأرباح هنا فمحتاجين نحسبوا الفرق ما بين الخانتين سكات و سك سانك والعديد من المرات وإحنا في اكسال Jelly نحتاجون نسخ الصياغ اللي كنستعملوا في خانات خرى إذن إحنا محتاجين لحصول على نتيجة صحيحة بالنسبة لهذه الخانات وبالتالي محتاجين نسخه هذه الصيغة بمعنى آخر نسخه العلاقة لكتربط ما بين هذه الخانتين هذه الصيغة عدنا فيها فرق ما بين هذه الخانة وهدي وإحنا محتاجين تطبيق نفس العملية هنا هذه الخانة ناقص هذه الخانة عدنا عدة طرق نسخ المعطيات ولكن أحسن طريقة هي بالضغط على علامة زائد اللي كتدهر عدنا هنا في ليمن دي الخانة إذن هذه الخانة كتتوفر على صيغة اللي هي فرق لهذه الخانتين وبالتالي يكفي نضغطه على الزر اللي صرف للصوغي ونسحبه في تجاه ليمن وطبعاً كنحصله مباشرة على الأجوبة صحيحة لجميع هذه الخانات وفي حالة تبغينا نتأكده من الصيغة يكفي نضغطه على هذه الخانة مثلا وهنا في لبعض فرمول كيدهر لنا الصيغة في هاد الحالة هي السيكات مواسسة 5 ونفس الشيء اللي ضغطنا على باقي الخانات وبالتالي فعلاً نسخ صيغة كيعني نسخ العلاقة اللي كتربط ما بين الخانات هنا في H4 عندنا مجموع الخانات إذن غنقوم بنسخ هاد الصيغة في هاد الخانتين H5 و H6 إذن بنفس الطريقة غنضغط على هاد الخانة ثم كانجي هنا لهااد المربع الصغير و operating on the corner وكنضغط على الزر اللي صرف لصوغي وكنسحب تجاه لاسفل هنا عندنا للموين ديال هاد الخانات أي المجموع ديال هاد الخانات مقصومة لعدد الشهور واللي هو 6 أشهر وبغينا نحصلوا لنفس النتيجة لهاد الخانتين إذن نفس العملية كنجي لهااد المربع الصغير وكنضغط على الزر اللي صرف لصوغي وكنسحب تجاه لاسفل إذن عدة مرات أثناء العمل في إكسل كنكونوا محتاجين استعمال صيغة وحدة عدة مرات وبالتالي استعمال تقنية نسخ اللي تعرفنا على هذا الشريط كنتمكننا من ربح الوقت والاشتغال للطريقة أسرع